هذا ما شاء الله تبارك الله كار بوست زيود العناية بالسيارة عدة السيارة أنا بالصدفة يعلم الله وأنا بعدي من عند اراميكس برني شحنة للنباتات وهذا طريق المدينة النازل فاضفته وقلت لازم ندخل نشوف ايش في عنده ترجال في الداخل ما شاء الله تبارك الله اهم حاجة ان هو يعني مكان نظيف مرتب في كل حاجة هذه الدراجات النارية ما شاء الله تبارك الله ما نسيوها من الزيوتباء جميل مرتب وهذا الغرال هو سريع الزفاف ما شاء الله تبارك الله عندهم كل ما لذ وقال ما اقتصر الموضوع فقط على الزيوت ولكن ما شاء الله تبارك الله عندهم كذلك معدات يا سلام يا سلام فهذه الشركة الغنية عن التعريف اللي هي حقة الانتيك او الفلتر حتى المنظفات تبعها موجودة هنا أهم حاجة لأنه ما نسيوه شركة ماتسوبيجي هنا عشان عندي باجيره ما شاء الله تبارك الله الملمعات السيارة لدينا أحجام كبير طبعا هذا الحاجة الله مبرك الحمد والشكر من خبرة العمل كنت اشتغل هذا شحم لتنظيف اليد من الزيوت ومن الشحون كنا نستخدمها هو شحم ينظف لك الشحم من اليد بدل ما تقول تستخدم اللي هي صابون وتايد وفيري سريع جدا حتى قطع غيار شفت عندها موجودة بوش ماتسوبيشي ما شاء الله تبارك الله في موجودة اللي هي الفلاتف وفلتر الزيت وهذا احنا نسميه جالون هو لغة انجليزية ومتخصص فقط لنقل اللي هو القزولين البنزين عشان ما يتفاعل وفي احيانا الواحد ينقل البنزين او المواد المشتعلة هذي ينقلها في بلاستيكيات عادية جدا حتى ما شاء الله تبارك الله كلوفزات في الدراجات النارية متوفرة عندهم حماية كلوفزات حقه العمل جميلة جدا شوف شلكت عندهم هذه الحبة تحطها فين في الماء حق الزجاج بيبدأ يذوب داخل العقوة برايحة التفاعة بصراحة لفت نظري هذا الجالون لازم نزل وشوف شو طيب عرفتلك هو الجالون حق ايش حق تغيير او غيار الزيت سواء للسيارات او الدراجات النارية فكرة جدا جميلة تحطوا لها ويبدأ الزيت ينزل هنا ويتجمع تقدر تفرغوا من هنا وتقدر تفرغوا من هنا طبعا هو امان جدا عشان احنا لا نقول اللغوصة او الظروطة اللي تصير معنا تقدر تشيله في ناس بيستفيدوا كذلك من الرجيع هذا الزيت اللي هو المحروق لكن فكرتها جدا جميلة شكرا جزيلا